طبعا الحديث عن بطولة أفريقيا البداية هكون عن لقاء النهاردة وتحديد المركز الثالث جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية يكون النهاردة الساعة 10 مساء متوقيت القاهرة جنوب أفريقيا يقدر تكون في مركز الثالث أفريقيا ده وكمان الكونغو الديمقراطية هل يترى مين فيهم النهاردة يقدر يزود محصلته من المديلية البرونزية هنعرف بعد اللقاء لقاء يكون مسهل أبدا على فكرة والفرقتين استعدوا بشكل كبير كان من المفترض أن الحكم المغربي ردوان جيد هو اللي يكون يقود اللقاء تحكميا بتاع صاحب المركز الثالث والرابع ولكن استقرت لجنة التحكيم التابعة لاتحاد الأفريقي لقرة القدم كاف عن تعيين الحكم المغربي لقيادة اللقاء تحكميا كان مفروض الأخبار هيكون موجود في الثالث والرابع ولا موجود في لقاء الفاينال ولكن استلع القرار قرار أنه هيكون موجود في اللقاء الثالث والرابع ولكن قرره أنه هو ما يكونش موجود الأخبار قالت الحكم تعبان فعتذر بشكل أو بآخر في أخبار تانية بتقول لا ردوان جيد زعلان أو غضان أنه كان يتمنى يكون موجود في اللقاء الفاينال وتم تعيين في اللقاء الثالث والرابع الأسيبي بملاكة سيمة بدلا منه بعد ما أصدر الكاف بيان أكدوا فيه أن الحكم ردوان جيد اعتذر لأسباب صحية لكن زي ما قلتلكوا يبدو أنه فيه أمور كتير خلف الكواليس غير معلنة حتى الآن وفيه تقارير صحفية بتؤكد غضب الحكم المغربي نوكان يتمنى يكون موجود فيه القيادة التحكمية للقاء الفاينال ولكن اللقاء الفاينال تم الإعلان لا يكون يقود تحكميا الموريتاني دحان بيدا وحسب التقارير الصحفية ردوان جيد غادر كوتيفار اعتراضا على تعيينه حكم للقاء الثالث والرابع وخروجه من حسابات إدارة اللقاء النهائي لكن في كل الأحوال الحقيقة والتقارير النهائية تظهر خلال ساعات أو أيام ممكن بعد انتهاء البطولة كل هذا هنعرفه بالتفاصيل معاك ولكن أكيد إحنا فخورين بالتحكيم العربي في البطولة فخورين بالتحكيم المصري في البطولة بشكل كبير ولكن الكاف كان اختيار الموريتاني يكون موجود في اللقاء الفاينال خلال نروح بقى للفريتين اللي النهاردة بيستعدوا للقاء قوي جدا وتحديدا مع جنوب أفريقيا وهو جوبروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا اللي حاول يخرج ويخرج لعبته من الحزن اللي هو موجود فيه يمكن هو أتكلم قبل كده وقال هو مش قادر يتقبل الهزيمة في اللقاء اللي فات وقال إنه عنده مطشات سريعة ولازم يعديد أو يتخطى الأزمة تحديدا الخسارة اللي كانت موجودة في اللقاء اللي فات سيميفاينال كلم مع لعبته وقال لهم لازم نكون مركزين بشكل كبير جدا طلب من لعبة المنتخب التركيز الشديد ونفسيا الخسارة القاسية في دور قبل النهاية أمام منتخب أنه يجير برقلات الترجيح أكد كمان إنه قدامه فرصة كبيرة جدا يصالح بها جماهير وقال إنه هو راضي عن أداءه طوال البطولة راضي عن أداء لعبته طوال البطولة وقال لكن الخسارة شيء صعب جدا وقال الأصعب إنه أنت تؤدي بشكل قوي وتخسر بيكون فيه خيبة أمل كبيرة جدا واصف المواجهة أمام الكونغة ديمقراطية بأنها مباراة مميزة والفريق هيستعيد حالته الزهنية بسرعة ويركز في اللقاء ويكون قادر على حسم المركز التالي طبعا منتخب جنوب أفرقيا بدأ البطولة دي بمنافسات المجموعة الخمسة خسر من مالي بعدها فاز على ناميبيا في اللقاء قوي جدا وتعادل مع تونس وصعد لدور 16 كواصيف المجموعة نجح إنه هو يفوز ويقصي منتخب المغرب منتخب المغرب بقوطه ورابع العالم إدر أنه يقصي بهدفين من دور 16 بعد كده في دور 8 إدر أنه يفوز على كاب فيردي برقلات الترجيح وليمز تقلق في حراسة المرمى ولكن بعد كده ما كانش الحظ معاه في رلالة الترجيح أيضا ونضع البطولة على إيد ناجيريا من دور قبل النهائي بعدما اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي واحد واحد لو رحنا للجانب الثاني والكونغو الكونغو الديمقراطية اللي كانت مفاجأة كبيرة جدا من مفاجأات البطولة على فكرة تحديدا مع مدير الفني الفرنسي دي سابر اللي عمل جلسة تحديزية لللاعبين واتكلم معاهم وأكد لهم عن ضرورة الحصول على المركز التالت في البطولة بسبرة عمل مع حالة الإحباط اللي أصابت اللاعبين بعد خسارة المباراة بتاعت قبل النهائي أمام أصحاب الأرض كوتيفور خاصة أن اللاعبين كان عندهم إحساس أنهم يقدروا يكملوا يقدروا يوصلوا للفاينل لكن المدارب الأسباني أكد للاعبته أنهم لازم يكونوا فخورين بالحققه ويكملوا مشوار للآخر قدموا مشوار من بدايته بشكل كبير والأهم يختتموا البطولة بشكل جيد طبعا منتخب الكونغو كان متواجف في منافسات المجموعة الستة تعادل في ثلاث لقاءات ضد زنبيا والمغرب وتنزانيا ثم أقصى منتخب مصر في دور الستاشر من رقالات الترغيح ثم الفوز الوحيد لهم في البطولة كان ثلاثة واحد على غينيا وتلقى بقى أول هزيمة لي على يد كوتيفور بنتيجة واحد سفر وهدف هلر لتبعنا كلنا في دور قبل النهائي